موسيقى صندوق النقدي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 موسيقى التنين الصيني يشهد انكماشا في نشاط المصانع على نحو غير متوقع في يوليو موسيقى ومبادرة تعليق خدمة الديون الأوكرانية يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد حتى نهاية 2023 على الأقل موسيقى أخبار المالي والأعمال أخبار الاقتصاد المحلية والعربية والعالمية معكم في نشاط اقتصادية مفصلة من النيل أهلا بكم نبدأ مع واحد من أهم أخبارنا حيث نشر مركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يصلت الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية التقرير أشار إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 21-22 ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022 كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في إبريل 2022 انخفاض نسبة الديون المرتفع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط بناء على النجاح في تحقيق الفائد الأولي المرتفع بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة بحث فرص التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق كما بحث الجانبان تعزيز استثمارات القطاع الخاص فضلا عن تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب والدور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز إصدار السندات الزرقاء الوزيرة أوضحت أن مصر وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 مشيرة إلى أنه في إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 حددت مصر قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ننتقل إلى سوق المال حيث ارتفعت مؤشرات البرصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد أولى جلسات هذا الأسبوع وسط عمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين وسجل رأس المال السخي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 634.5 مليار جنيه بعد تدولات كلية بلغت بأكثر من المليار جنيه المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 صعد بـ 1.39% من قيمته كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5% من قيمته ومزيد من التوقعات والتحليل مع مؤشر النيل في السادسة والنصف بإذن الله إلى الاقتصاد السعودي حيث أفدت تقديرات حكومية أولية بأن النتج المحلية الإجمالية للسعودية ارتفع بـ 11.8% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 مع استفادة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن نمو كان مدفوعا إلى حد بعيد بزيادة 23.1% في الأنشطة النفطية بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% في الاقتصاد الصيني انكمش نشاط المصانع على نحو غير متوقع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغراق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 وظهرت باناتهم في المكتب الإحصائي الوطني أن مؤشر مدير المشترات الرسمية لقطاع الصناعات التحولية استقر عند 49 نقطة في يوليو انقفاضا من 52 نقطة في يونيو على نحو غير متوقع التنين الصيني شهد انكمشا في نشاط المصانع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا في الشهر السابق حيث أثر ظهور سللات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات المكتب الوطني للإحصاء أظهر أن مؤشر مديري المشتريات الرسمية لقطاع الصناعات التحولية استقر عند 49 نقطة في يوليو انقفاضا من 50 فاطل 2 نقطة في يونيو خبراء الاقتصادي قالوا إن مستوى الرخاء الاقتصادي في الصين انقفض ولا يزال التعافي بحاجة إلى تعزيز الخبراء أضافوا أن الانكمش المستمر في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة مثل البنزين وفحم الكوك والمعدن استاهم إلى حد بعيد في انقفاض مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحولية في يوليو وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج 3 نقاط والمؤشر الخاص بالطلبات الجديدة نحو نقطتين في يوليو بينما انخفض المؤشر الفرعي للعمالة فاصل 1 نقطة وبالكاد نمى الاقتصاد الصيني في ربع ثاني وسط عملية إغلاق واسعة النطاق لكن كبر القادة أشار مؤخرا إلى أن السياسة الصارم الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة فيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن إجراءات الإغلاق كان لا تأثير على 41% من الشركات الصينية في يوليو على الرغم من أن مؤشرها للثقة في قطاع التصنيع اتفع بشكل كبير من 50.2 في يوليو إلى 51.7 في يوليو تدخل غدا مبادرة تعليق خدمة الديون الأوكرانية حيز التنفيذ وذلك حتى نهاية 2023 على الأقل مع إمكانية إضافة عام جديد اعتبارا من الغد الأول من أغسطس تدخل مبادرة تعليق خدمة الديون الأوكرانية حيز التنفيذ وذلك حتى نهاية 2023 على الأقل مع إمكانية زيادة عام إضافي وافقت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا في العشرين من يوليو على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية من هنا جاء تخفيض وكالة التصنيف الاقتماني ستاندردان بورز بشكل كبير درجة الدين السيادي لأوكرانيا من تريبل سي بلس إلى دابل سي الوكالة العالمية اعتبرت أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين يعادل تخلفا شبه مؤكد لهذا الدين وأرفق تصنيف الوكالة بأفاق سلبية تعكس رأيها الذي يفيد بأن أوكرانيا يمكن أن تطبق قططها لإعادة هيكلة الدين مما سيعتبر تخلفا عن السداد وأشارت الوكالة الدولية إلى أن المخاطر الكبيرة على مدفعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية هي بسبب خطط الحكومة لإعادة هيكلة الديون والتي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفعات وميزانية المواجهات مع روسيا انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يشهد إجمالي الناتج المحلي انخفاض النسبة 45% هذا العام حسب تقديرات يونيو للبنك الدولي وكانت وكالة ستاندرد أنبورس قد خفضت تصنيف أوكرانيا في 27 مايو مع أفاق سلبية بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية بعد التقرير نوني هذه النشر إليكم العنوين صندوق النقضي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 التنين الصيني يشهد انكماشا في نشاط المصانع على نحو غير متوقع في يوليو ومبادرة تعليق خدمة الديون الأوكرانية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد وحتى نهاية 23 على الأقل كانت هذه النشاطة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة